اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام اينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم العسبوع بيت القصيد الى اليمن من جديد اليمن حيث عرش بلقيس ينتظر الكثير من ابداع الكلمة الذي يقودنا الى حضارة لا يمكن ان تندثر هذه الحضارة التي يؤرخ لها المؤرخون ويذكرها المثقفون ويبدع بوصفها الشعراء والمبدعون فكانت حاضرة ليثبتوا ان في الشعر حضارة بامكانها ان تتجاوز المكان والزمان معا لتثبت انتماءنا للمكان والزمان معا وهكذا كان شعراء اليمن دائما ولا يزالون مشاهدين الكرام اسمحوا لي بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم ان ارحب بضيفي هنا معنا في الاستوديو شاعر الشابة الاستاذ عبد الرحمن راجح حللت اهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد اهلا وسهلا فيك عبد الرحمن اهلا وسهلا فيك استاذ كيف حالك يا عبد الرحمن في البداية عبد الرحمن قبل من نروح للقصائد ونشوف القاءك الجميل وتمتعنا بعذب هذه الطلة وهذا الصوت الحسن ولا شك في ذلك قبل كل هذا دعنا نتعرف عليك قليلا بسيرة موجزة حدثنا عما تحب ان نعرف تفضل اه انا شاعر يمني من ارياف محافظة حجة مقيم هنا في تركيا شاب طموح مثابر احب الشعر واقدسه وطماع في طلب العلم واطلب المزيد والمزيد منه واسعى لان اكون ذو تأثير مجتمعي واتمنى ان يخلدني شعري كما خلد فحول الشعر وعمالقة الشعراء من قبلي فهناك بيت شعري يقول فقل لمن راح للأهرام يرفعها الخلد في الشعر لا في رص في احجاري وانا اسعى من خلال شعري ان اكون ان اوصل واكون ضمير للانسانية وصوت للمظلومين ولجوع الفقراء ولانين الوطن وطني الجريح المنهك بالجرح اليمن السعيد ما الذي بقي من اسمه في ظل حياة صعبة يعيشها الناس هناك في ظل مآسي لا تخفى عليك في ظل حياة قاهرة ووجع مستدام كما ذكرت قبل قليل حدثنا قليلا عن شعورك كشاعر بهذا الوجع وكيف يؤثر عليك فتكتب القصيد طبعا الشعراء هم اكثر حساسية من غيرهم صحيح فصراحة انا بعد الان وجودي في ارض المهجر بعد ان تركت اليمن احسست بالغربة وبحنيني الوطن وازدادت الامي على ما يمر في وطني وما يحصل فيه الان فعندما انظر الى الاخبار وارى ماذا يحدث وارى ماذا يحدث في الدول الاخرى من استكرار قلبي يتقطع ويتمزق على وطني سنتحدث كثيرا عن اليمن واكيد هناك ذكريات لا بد ان تطرحها تتوقف معها سواء بالرأي او بالشعر من خلال القصادة التي ستلقيها علينا اليوم الحديث سيطول اكيد معك يا عبد الرحمن ولكن اريد ان تبدأ علينا الشعر بفقرة محببة لشخص تحبه فاجئنا تفضل طبعا المفاجأة لا تخفى علي ولكن ربما تكون لستاذة المشاهدين الكرام تفضل طبعا كافتتاحية للحلقة هذه احببت ان افتتحها بابيات شعرية كتبتها في ابي الذي عقرت النساء ان ينجبن مثله قلت فيها الى ابي شمس ايامي ومعجزتي وقبلة القلب فيتيه واخيلتي ابحرت في بحره الممزوج عاطفة فريحه مركبي والموج اشريعتي وغسط في روضه المعطاء ازمينة فكان لي حارسا في كل امنيتي وكان لي كعبة انضقت اقصدها يا سلام وفيه ابلغ دوما جل عافية وكان لي كعبة انضقت اقصدها يا سلام وفيه ابلغ دوما جل عافية هذه البداية اللطيفة يعني تستحق ان نتوقف معها اعطنيها قليلا لو تكرمت لا بأس حينما تقول يا عبد الرحمن وغسط في روضه المعطاء انت هنا تشبه الابا بالبحر دون ان تذكر البحر وقد قلت قبل القاء هذه النتفة الشارية او هذه المقطوعة قلت عجزة النساء انت لدنا مثل والدي وكل واحد يرى اباه هكذا في عينه نعم انا شبهته هنا وغسط في بحره البحر يحوي الكثير من الكنوز ومن اللآل ومن المرجان الشيء المخفي الذي لا احد يعرفه يعني فوصفته بهذا الوصف لانه هو كذلك وربما لم او فيه حقه والوطن ابو ايضا نعم ستعود يا وطني ستعود يا وطني نعم خذنا الى وطنك الذي تنوي العودة اليه تفضل يا عبد الرحمن طبعا القصيدة بعنوان ستعود يا وطني تفضل قلت فيها ابكي على وطني وعيني مجمرة اذ اصبح السفهاء اهل المغفرة ما بين ليل حالك وخيانة جعلوه كالبيداء ارضا مغفرة يا الله تتدثر الاحلام ثوب أنينها والفأس في اليمنى يقطع ايصره والجرح اذ يشفى تناوب غيره انضمد الاولى اتى من فجره وطني وطني اليس على صفح النار قد وضع جمالك للظلام لينحره ولكلما اهديتهم حسن الرب يهوون عيشك في الصحاري المغفرة ولكلما مجددا ولكلما اهديتهم حسن الرب يهوون عيشك في الصحاري المغفرة واذا اردت لهم مكانا في العلا جعلوا الوضيع اميرهم ليدمر يا الله اهن على زمن السفاهة اذ به يمن يئن رياضه كالمغبرة اهن مجددا اهن على زمن السفاهة اهن على زمن السفاهة اذ به يمن يئن رياضه كالمغبرة الزهر يتم والنساء ترملت وطفل يبكيها دموع مسفرة والخوف يقطن كل بيت عامر والخوف يقطن كل بيت عامر والفقر هجرهم وقال المعذرة وطني يصيحو وكم ينادي في الوراء او تقتلوني حسرتي مستنفرة وعلى لهيب الجمر يمشي صامتا سلبوه فرحته الامانة وكوثرة وطني تصبر ان صبرك علقم وطني تصبر وطني تصبر ان صبرك علقم فجميع افواه الولاة مكدرة وطني وكل الظالمين تقهقر فاصبر ففجرك صوتنا قد بشر وطني تصبر ان من ابنائك جيلا يريد لك العلا والمفخرة هم يحشقون صباح شمسك موطني وعيون من عشقوك نحوك وعيون من عشقوك نحوك مبصرة لانت عبلتهم وليلا عشقهم وهم كقيس والغضنفر عن ترى وطني واشواقي تموت بخافقي وبنات قلبي في الضلوع مكسرة اتظن ان البعد امر هين اتظن ان البعد امر هين اتظن ان البعد امر هين كلا وربي ان بعدك مجزرة اني حبست هواك داخل اضلعي وحلفت اني لن ابيع واخسره ستعود يا وطني ستعود يا وطني وتصبح قبلة للمجد في العليا نعود لنذكره ستعود يا وطني وتصبح قبلة للمجد في العليا نعود لنذكره نعود لنذكره جميل ان تحلم بالعودة الى الوطن وانت تذكره وانت فيه تماما كتذكرك الوطن وانت في مغتربك يا عبد الرحمن لكن لماذا حبست الهوى في أضلعك ولم تحررها يقول قائل نعم عندما خرجت أنا من اليمن سألني أحد الأشخاص هل ستعود إلى اليمن يعني ككثير يقول إذا وجد أي وطنه مدمر يقول لنعود أريد أن أبني مستقبلي فقلت له عبارة قلت إني حبست هوا فؤادي هوا وطني تنفست هواه شهيقا ولن أخرجه زفيرا إلا عندما أعود وسأحبسه داخل قلبي وبين أضلعي إلى أن أعود هنالك وأنا أطمع إلى أن أعود إلى وطني ونبنيه فعلى أكتاف الشباب سيحيى الوطن على أكتاف الشباب سيحيى الوطن وأنت من الشباب الذين يعول عليهم الكثير لكن الوطن يئن اليوم ويتعذب ولا نجد أمام الشعراء إلا مفردة الصبر ربما يقول مقهور من المقهورين الذين يرزحون تحت نير من يجعونهم أو لأسباب شتى للأسف وأكيد نحن كلنا ننحاز إلى المظلومين في مختلف أنحاء العالم وليس في منطقة العربية فقط لكن هؤلاء المظلومون قد يقولون ماذا سيفيدنا الصبر إذا بقيتم فقط يعني تصبروننا وتؤملوننا بالصبر يا معشر الشعراء ماذا تقول؟ أقول الله عز وجل يقول إن بعد العسل يسرى نعم واليمن هي أرض الحكمة والإيمان فمهما طال الظلام ومهما طال المساء فلا بد أن يأتي الصباح وسيشرق نحن كل مننا سيحاول أن يبادر بقلمه بسلاحه بمشاركته بدعمه بأي شيء من جهة نحن لن نكف أقلامنا حتى يعود وطننا آمنا مستقرا إن شاء الله رب العالمين وأنتم على ذلك قادرون أكيد بعد هذا الجمال لما نمل بعد ولكن لا بد من استراحة مشاهدين الكرام دعونا نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير بعده نواصل هذه الحلقة لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا شاهدين الكرام إنما كنتم أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ولمن التحق بنا في هذه اللحظة معنا هنا في الوستوديو الشاعر عبد الرحمن راجح أهلا بك عبد الرحمن مرة أخرى أهلا بكم مرة أخرى مباشرة وخير تحية نرحب بها في من انضم إلينا الآن من المشاهدين الكرام وكذلك التحية التي نرحب يعني بالشاعر من خلالها هي تحية الشعر والكلمة العذبة الكلمة الرسالية الكلمة المسؤولية إلى جديد قصائدك وما تود أن تقرأ اتفضل يا عبد الرحمن سأقرأ قصيدة الآن اتفضل قصيدة بعنوان ما يفيض من نور ما يفيض ما يفيض من نور بما أن عيد الوحدة ما يور نعم لم يمر عليه إلا القليل أي عيد الذي لم يمر عليه إلا القليل 22 مايو الوحدة اليمنية حدثنا عنه قليلا من باب نشر هذه الثقافة في الأوسط العربية يعني عليكم يا معشر الشعر اليمنين لا تتخيلوا أن الكل العربي يعرف التفاصيل الدقيقة والصغيرة والكبيرة في اليمن أكيد نحن وطن واحد ولكن من الجميل أن نتبادل هذه المعلومات حدثنا أكثر عن هذا العيد قبل أن تقرأ علينا القصيدة طبعا تواحدت اليمن في عام 1990 في 22 مايو من عام 1990 تواحدت اليمن الشطر الشمالي مع الشطر الجنوبي وكان ذلك اليوم بالنسبة لنا هو عيدا وفرحة بعد أن تقسمت اليمن والتحمت فهي لا تعتبر وحدة فقط وإنما لحمة فعادت اليمن لحمة واحدة مثل ما كانت من قبل ومهما حاولوا أن يمزقوها أو يعودوا إلى يرجع اليمن إلى شتاتها الأول هيها فنحن لهم بالمرصد سأبدأ بالقصيدة صباحك وضاء ومجدك مسفر وعطرك ريحان سينهي ويأمر تنفس ضوء الشمس نورا بعيدنا يضيء بآفاق المعاني ويزهر أتعيد مايو بالمعالي مذكرا أتعيد مايو بالمعالي مذكرا فرحلنا بالفخر والحب يغمر برغم جراح الناس ما زال مبهجا ولا زال شعب فيه يزه ويفخر وما زال فواحا وما زال عابقا وما زال بالأفراح يأتي ويخبر يا سلام يهل كمثل الغيم وما زال فواحا أعد وما زال فواحا وما زال عابقا وما زال بالأفراح يأتي ويخبر يهل كمثل الغيم نروي بغيثه على أرضنا يهمي حبورا ويمطر نعم جئتنا نعم نعم جئتنا يا عيد والجرح نازف وأوجاعنا تدمي وتضني وتذجير ولكن ستبقى مثلما الورد عاطرا تفوح على الدنيا سرورا وتنشر ستحيا بك الآمال في كل مهجة وتزهر أحلاما وتنمو وتكبر وأنت بلا ريب سرور وفرحة تطل علينا بالتهاني وتعبر أيا وحدة نحمي حماها ونفتدي ستنمو كغصن في الحناية وتثمر أيا عيدنا الأوفى ويا حلمنا الذي على كل بال طيلة الوقت يخطر ستلقاك بالأشواق ستلقاك بالأشواق دوما نفوسنا وتبقى على هذا الوداد المشاعر بفرحك ننسى ما نرى من مواجع إذا هل ليل بالمعاناة يزخر ففي ذروة المعنى ترانا لها المنى وفي الروح تبقى من دمانا وتعبر هنا الدهر هنا الدهر يستسق العلا من جلالها فلولا بلاد المجد ما كان يزهره فلولا بلاد المجد ما كان يزهره جميل هذا الوفاء يا عبد الرحمن أحسنت كثيراً ولعلك تحيلني إلى القصيدة اليمنية ومدى حضور صنعاء واليمن في القصيدة اليمنية الشابة اليوم هل الوطن حاضر كما يجب بقصائد وتجارب الشعراء الواعدين الصاعدين في هذه الفترة لسيما من عمر اليمن والأوجاع التي يمر بها هل فعلا يحضر الوطن في القصائد؟ نعم مهما تغرب أبناء الشعب اليمني ومهما تركنا بلادنا في طلب العلم نعم سنعود وسيظل حاضراً فينا وسنعود بإذن الله لنبنيه ونعمره بإذن الله تعالى هذا مؤكد وهذا مقدر وأنتم على ذلك مؤتمنون فكرة الأمانة أن يؤمنك يعني الشخص المتواضع ابن الشارع العامل الفلاح البسيط أن يأتمنك على حلمه أن يأتمنك على قادمه الذي تشترك معه فيه بيئة اليمن فكرة أن تأتمنك أمك وأم صديقك وأم رفيقك على مستقبل ابنها على القادم هذا الهم الثقيل الذي يلقى على أكتاف أبناء الجيل ربما يكونون على قدره من ناحية ولكنهم بشر أيضاً يتعبون ويريدون من يشاركهم هذه المسؤولية حدثنا الآن عن فكرة ضرورة تقاسم المسؤولية بين الشباب من أجل النهضة بالأوطان في الحقيقة يجب على كل يمني أن يسعى إلى بناء اليمن كلاً في الشيء الذي يستطيع فعله فأنا مثلاً كطالب الآن أستطيع أن أبادر بقلمي أن أبادر بتغريدات أن أتحدث عن الوضع الذي يحدث في بلدي بالنسبة للمسؤولين يجب عليهم أن ينظروا إلى حل إلى تسوية سياسية للوضع الذي يحدث الآن في اليمن والوطن يرخص له الغالي والنفيس لو نعطيه من دمائنا سيكون رخيصاً جداً عليه فنحن أبناء هذه الأرض ونحن أتينا منها فسنسقيها من دمائنا وفاءً لها وفاءً لها سنسقيها من دمائنا أنت جميل بانتمائك للوطن وبما تعرض من مقايضة أن تقايض الوطن بدمك فهذا جميل لكن علينا أيضاً أن نعيش من أجل أوطاننا لا أن نموت فقط يا عبد الرحمن ليس كذلك الأوطان تستحق أن نعيشها وأن نعيش لها وأن نعيش فيها متى سيتحقق هذا الأمل قريباً بإذن الله مهما طال سيتحقق لعله خير ولعله متحقق إلى قصيدة جديدة اقرأ ما تحب صراحة قبل أن أبدأ بالقصيدة أريد أن أقول على أدنى كل شاعر يجب أن يكون عاشقاً أو أن يكون عاشقاً سواء لوطنه أو أن يكون عاشقاً يتحدث عن الأشق وكانت هذه قصيدة بعنوان رمز المحبة قلت فيها يا من بنار الهجر يكوي خله ارحم صبابة لوعتي وعنائي فالوصل يحيني وأحسب أنني بالحب أنسى في الحياة شقائي ولتعلم أني بعمق قصيدتي أختال عشقاً يا سكونة مساء أنا كل لوعات الغرام تزفني شوقاً إليك وأنتحاء وبائي تيمت قلبي بالمودة مغرماً وجعلت فيك توددي وولائي فالهجر يسقمه ووصلك ماءه والقرب منك سعادتي وشفاءي والليل إن ناحت بفكري مرة هذا لتبصرني أسير شقائي تدنو كصبح مشرق بسمائنا طيفاً يراودني بكل مساء ينمو الحنين على رصيف رجائنا يا من تخيط من الغرام ردائي كفي بكفك والعناق سبيلنا وبغير قربك غربتي وعنائي قولي أحبك أو هبيني بعضهم لأراك في عيني بحر وفائي إني رسمت لقاءنا كسحابة فمتى ستمطر بيننا بلقاء ما قيمة الإنسان دون محبة كالشعري دون الوزن والإملاء فالحب غيث والقلوب سعادة تحيا بها وتعيش دون عنائي يوم التقينا يا حبيبة خلتني ملكاً على الدنيا بعطر نقائي لما شممت شذا عبيرك والندى مسكاً وجدت يفوح في أنحائي لما ضممتك نحو صدري خلتنا رحيني أو جسديني تحت ردائي وسكنت أنت ولا سواك بمهجتي وأسرت قلبي وامتلكت دمائي لما ارتشفت الشهد أسكر مهجتي من خمر ثغريكي قد أخذت دوائي إني عشقتك يا ملاك فكنت لي نبضاً بأولدتي وكون صفائي يا أنت في الصبح النسيم وها أنا مستنشق عبقاً أضاء سماء أهواك يا رمز المحبة كيف لا يضل قلبي أنت لي وشفائي يا سلام يا له من شفاء ويا لها من مشاكسة لطيفة سنمررها لك هذه المرة يا عبد الرحمن وسنعود إلى قصيدة ثاني ونقاش مستمر لكن لابد من استراحة الآن مشاهدين الكرام نخرج إلى أفاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم ووصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد أهلاً بك عبد الرحمن راجح من اليمن أهلاً بك مجدداً أهلاً باليمن الذي كان سعيداً وسيظل سعيداً وسيظل سعيداً هذا ما أردت أن أتم به جملتي وأريد منك أن تتم يعني رحلة الجمال معنا بإلقائك نصاً مختلفاً عن النصوص السابقة تفضل وقرأ علينا ما تحب ماذا تحب أن يكون لدي بعض من النصوص تفضل هناك نص اقرأ ما بين يديك الآن سأقرأ هذا نص بعنوان جرح قلبين تفضل قلت فيه جرح قلبين وحب مدم همس بوحين وأضنى تنهيدة حملت بآهن وتردى ذكرها المنقوع غمغمة ويأسى كان إيقاعاً وعزفاً بالفراق بلحن مكوى كان منتزعاً سكون يباهتاً عنوانه بين زفرات لمنتظر أراجيفاً وكذباً لم يعد للبوحي معنا أو مكان في ضلوعي لم يعد ظل لحرفي أو لصوت شاحب أو حكايات بعرجون المساء في سكون نافذة الشرود ماتت الأحلام حتى ودفنها هنالك حيث كانت في الصرابي منه جاءت فيه تبنى وتلون فراقنا شعراً ونفراً هذا عزاء العاشقين كان حباً واندثر كانت العينان تثلج والفؤاد كأنه نار تلضى والحديث عن السعادة كله حزن ووجع جفة الأقلام حتى من سهاب الدمع والعينان دم لا سراب ينشد ولا الهلال يقين من قرس وبرد هكذا بثناء جرح قلبيني أحببكم ما شاء الله عليك سنتجاوز خروجك على الموسيقى في هذه المقطوعة النثرية اسمح لي أن أصفها كذلك لكنها لم تخل من الصدق إلى أي مدى ترى أن الصدق يعد ميزاناً للقصيدة يؤدي بها إلى الوصول يعني يجعلها تصل مباشرة إلى قلب الآخر فكرة الصدق في القصيدة العربية الصدق في القصيد الكلمات هي تخرج من القلب وهناك بيت شعري يقول يسامع الشعر أنصت حين تسمعه فالشعر نبضي به روحي وأشواقي نعم والله يعلم أني حين أكتبه أعلل النفس من جرح بأعماقي وكل حرف به قد قد من كبيدي تراه شعراً وما تدري عن الباقي فيجب في الشعر أن يكون الصدق مهم جداً لأن أساساً هو يكون صادقاً عند خروجه فهو يخرج بأحاسيس صادقة ومن أعماق أعماق القلب وأيضاً ربما وفق الشعر الذي قال إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس حرياً أن يقال له شعر وأنت تدرك ذلك جيداً يا عبد الرحمن إذا أردنا أن نتحدث عن دور المثقف غير الكتابة هل يمكن أن يلعب دوراً ما في مسيرة الريادة في مسيرة أو مسيرة نهضة أمته وأبناء شعبه هل هناك دور يتجاوز مجرد أن أتفرغ للكتابة أم أنها وحدها كافية؟ صراحة لا تقوم أي دولة ولا تقوم أي وطن أو أي كيان على جهل يجب على الإنسان أن يكون متعلماً ومثقفاً حتى يستطيع حل المشاكل ومدارات الأمور وإدارتها فالمثقف هو الذي ينظر إلى المدى البعيد يستطيع أن يرى ما لا يرى غيره فالثقافة مهمة جداً سواء في الشعر سواء في أي جانب آخر يستطيع أن يرى ما لا يرى غيره أحسنت يا عبد الرحمن أنتم في تركيا أو في إسطنبول لديكم كشباب يمني الكثير من الأنشطة هل هذا يعني أن الشعب اليمني أو الفطرة اليمنية تحب فكرة التقارب والاجتماع وأن لا يكون كل منكم بعيداً عن الآخر هل هذا هدف مثلاً من الأهداف التي تجعلكم تقيمون بعض المحافل بعض الفعاليات أو بعض الاتحادات أم أن الأمر يتجاوز هذه الفكرة نحن كشعب يمني بطبيعتنا شعب يحب بعضه متماسك كاللحمة الواحدة مثل ما ذكرت لك سابقاً نحن لحمة واحدة ونحن شعب اجتماعي كل مننا يسند الآخر وهذا ما ينعكس علينا هنا في أرض المهجر فاتحاد طلبة الطلاب اليمنيين في تركيا هو من أفضل الاتحادات على مستوى الطلاب الأجانب الموجودين هنا وهذا إذا عكس شيئاً إنما يعكس اجتماعنا ووحدتنا وألفتنا وكل منا يشد على عض الآخر ربما يقول أحدهم أن تحالم بتسويق الصورة الحسنة دائماً يا عبد الرحمن طبعاً أنا لا أشكك بصدق كل ما تفضلت به لكن أيضاً في اليمن هناك من سعى ويسعى إلى تجزئة اليمن وتفسيخ النسيج المجتمعي وجعل كل قطعة أو كل محافظة على حدا هناك الكثير من اليمنيين للأسف يعني يندرجون تحت مسمى ميليشيا للأسف يعني يتطاولون على واقع السكان ربما يقسون على الناس ربما للأسف يفرضون عليهم حياة لم يختروها وربما كانوا هم السبب فيما تعيشه أو يعيشه اليمن الكبير من ظلام نأمل أن تطلع عليه الشمس حتى يكنس كل أولئك الذين يقامرون على مصيره المقامرون يا عبد الرحمن بتاريخ الشعوب بواقعهم بمستقبلهم هؤلاء ما السبيل إلى التعامل معهم باعتقادك كيف يمكن أن نحيدهم بطريقة حضارية ومناسبة في البداية لو ننظر إلى أصابع اليد ليست متساوية صحيح فسنجد في أي شعب من الشعوب وفي أي دولة فئة تتمرد على الدولة أو تخرج عنها أنا ذكرت لك أنك شعب يمني متآلف متحد ولكن ستلاقي هناك فئة ولكن بالنسبة للتصدي لهم كل مننا يجب أن يفعل الذي يستطيع عليه أحسنت بقلمه بسلاحه بماله بكلامه بسعه بكل شيء بمبادرته من أجل تغيير الواقع الصعب وإخراجه من مربع يعني الأمر الواقع إلى مربع أكثر اتساعا يشمل الجميع ولا يكون حكرا على طرف يتحكم بمصير كل الأطراف الأخرى نأمل من الله أن يفرج على أهلنا في اليمن على أهلنا في العراق في ليبيا في كل الوطن العربي في سوريا في كل بقعة عربية جريحة وفي كل منطقة فيها المظلومون الذين ينادون بالسلام ويرجونه ويأملون بشروق شمس الحرية خذنا إلى سراب صنعاء ولا أعلم لما سميته سرابا هل هو شكل من أشكال التشاؤم أم أن في الأمر سرًا ما في الأمر سرًا نعم حدث في أواخر رمضان حدثت حادثة في صنعاء قصة التدافع ما هي هذه القصة؟ القصة على أنه كان هناك أحد التجار يعني يريد أن يصرف للمستضعفين والوضع كما نراه في اليمن نعم مبلغ بسيط جدا فحدث بعض الحدث فالناس ماتوا من التدافع يعني تخيل أن يموت الإنسان دهسا صراحة أنا لا أرى أسوأ من هذا الموت أن يموت الإنسان دهسا فالقهر على وطني والوجع الذي وجدته ورأيته نعم مباشرة تحول إلى مشاعر والمشاعر تحولت إلى قصيدة كتبتها فيه ما أصاب أن يموت الإنسان دهسا بأقدام أبناء بلده نعم أنه شيء صعب جدا يا الله القصيدة قلت عطايا الصراب لصنعاء أسميتها عطايا الصراب لصنعاء نعم فضل قلت فيها أتت صنعاء وتستسقي الصرابة فأهداها بغطرسة ما مات وكفنها بثوب الفقر ذلا ولم تبصر لنجدتها فتاتة يحاصرها أسى الدنيا بجوع وإن دفنت وإن بقيت رفاتة تطيب له مواجعها عذابا ويحرمها بواقعها السباتة ويصلبها إذا صرخت لجوع لتنفث حزنها اليومي قاتا أعيد ويصلبها إذا صرخت لجوع لتنفث حزنها اليومي قاتا وحتى إن شكت لله تبكي حياة حين تفترش الممات وإن أخفت مواجعها بقلب عليها جار من منع الزكاة فيأخذ حقها يقول مهلا وجوع البطن لم يلمح حصاتا فما علمت أتسكت أم تنادي ففي الحالين ظلم قد أمات فماذا حل فماذا حل يا صنع أجيبي أما اخترت التدافع والشتاتة يا الله أزاد الجوع حتى متي دهسا فماذا حل يا صنع أجيبي أما اخترت أما اخترت التدافع والشتاتة يا سلام أزاد الجوع حتى متي دهسا قاسي يا الله وجاء العيد يكسون الوفاتة أجاء أزاد الجوع حتى متي دهسا وجاء العيد يكسون الوفاتة يا الله صغارك في انتظار أن تردي فمن يهب الفتى خبزا فتاتا وما علموا بأن قتلوك جوعا وصار القوم للجرحة رواتا وطفلك عنك يسألني بحزن وكيف أجيبه والطفل مات ألا سحقا ألا سحقا لمن حكموا بلادي وخلوا أهلها الأغلى حفاتا فحتى عيدها أبحى عزان فما نهضت ولا وجدت بنات سلام الله سلام الله يا صنعاء يأتي ليمنحنا بفرحتك الحياة سلام الله يا صنعاء يأتي ليمنحنا بفرحتك الحياة ليمنحنا بفرحتك الحياة عسى أن تتحقق هذه الحياة المفرحة التي تبحثون عنها وهي حق لكل مظلوم أن ينصفه الله في هذه الحياة والله خير منصف وخير متفضل وهو العدل واللطيف الخبير كذلك أحسنت كثيرا يا عبد الرحمن حدثتني قبل الحلقة عن بعض الصفات الحسنة العادات الجميلة المتوفرة لدى أهلنا هناك في اليمن حتى إنهم إذا أحضروا لأضيف كأس من الشاي هناك تكون تفاصيل معينة أخبرني عن هذه التفاصيل المتعلقة بكأس الشاي ومن ثم عليك أن تذهب إلى بلدك وتخبرنا عن أجمل ما تحب أن نعرف عنها تفضل صراحة هي القصة أنا سافرت إلى حضرموت إلى منطقة للتحديد اسمها تاريم فكنت معزوم تاريم تاريم نعم فمكث عند أحد الأشخاص يعني كنا معزومين عنده فعما قدم لنا الشاي الملعقة تكون هكذا عندما تضيعها فالمقصود بها إن إذا كنت تريد زيادة تجعلها كما هي تبقي الملعقة داخل الكس نعم ولكن إذا خلص أنت اكتفيت لا تريد زيادة تقلبها بالعكس فكانت هذه من الطقوس لكن قلت لي لا يصح إذا استخدمت الملعقة وحركت بها الشاي تجعلها مكانة لا تخرجها لا يصح أن تخرجها من الكوب لا تخرجها مكانة هذه موجودة في عادة اليمنيين هناك في تاريم نعم أنا ما وجدتها هنا لكنام هناك بعض السجايا العذبة العادات السمحة الموروثات الجميلة التي يعتز بها كل إنسان موجود في وطن يعتز بتصدير هذه الملامح هذه العادات هذه التقاليد التي لا ينفصل عنها ويحملها وساما على صدره أينما ذهب وحيثما ارتحل حدثنا عن بعض هذه العادات التي تظل دائما حاضرة في ذهنك ولا تغيب عنك وتشتاق إليها وإلى استعادتها في اليمن الذي تحب أولا وقبل كل شيء نحن مثلما ذكرت لك أننا شعب اجتماعي فأكثر شيء أحن له هو البيئة الاجتماعية التي نعيش فيها نحن شعب اجتماعي بشكل كبير جدا يعني لا تجد أي شعب يجتمعون أربعون شخص أو ثلاثون شخص يقعدون مع بعض ويتبادلون الحديث في بيت شخص واحد نعم نعم ثلاثون أو أربعون نعم أو تلقيق المسألة ليس لها علاقة بفرح أو مناسبة إنما هذا أمر عادي نعم نعم ليس فالشعب اليمني هو شعب اجتماعي بطبيعته فهذه الأشياء هي التي نشتاق لها نحن هنا لا نجد أحد يعني أنا كطالب أمكث في السكن ربما أجد بعض أصدقائي هنا ولكن افتقرنا إلى الجانب الاجتماعي الذي نعيشه في اليمن نحن شعب بسيط شعب متواضع شعب بسيط بطبيعته وعفوي حتى بكلامه وطبائعه شعب يستحق الحياة نعم إن شاء الله نعم هو يستحق وبإذن الله مهما جار عليه الزمن ومهما تكالب العداء عليه سيعود يمنا سعيدا وأرض الجنتين كما كان من قبل بإذن الله عن فكرة أرض الجنتين وهناك كثير من العرب يعني يجهلون أن سبأ كان فيها جنتان جنة عن اليمين وجنة عن الشمال كما أن اليمن كله كما لو أنه بقعة يعني مقتطعة من الجنة وأكرمها الله بالنزول إلى الأرض فكانت اليمن حدثنا عن فكرة الجنتين انطلاقا من تراثكم اليمني وحبث إن كان في القول شيء من الحقائق والمعلومات بحدود ما تعرف عن تلكم الجنتين تفضل يا عبد الرحمن طبعا أرض الجنتين صراحة لا أعرف تحديدا أين كانت بضبط والأي كان موجودة في اليمن تقريبا في سبأ في محافظة مأرب تقريبا يعني يختلف المؤرخون صراحة لا أعرف تحديدا بالضبط في أي مكان تحديدا ولكن كانت أرض الجنتين هذه كما يروى عنها أن المرأة كانت إذا دخلت من بداية الجنة أو من بداية البستان تبدأ من بدايته لا تخرج من الطرف الآخر بدون أن تلمس بيدها أثمار إلا وقد امتلأت السلة نحن نسميها السلة التي تكون فوق الرأس يا سلام دون أن تمود يدها لتقطف مثلا عنقود العنب أو ما شابه تدخل وعلى رأسها السلة دون أن تمد يديها تمتلأ السلة نعم أنه من نضوج الثمار يعني كانت وكثرتها وغزارتها نعم كانت تتساقط مباشرة تدخل أول ما تلمس يعني مباشرة عندما تلمس الشجرة تتساقط الثمار الناضية إلى السلة يا سلام يا سلام هذه من المورثات التي تتناقلونها وتتحدثون بها في مجالستكم وتحدثون الآخرين عنها ولعل الله إن شاء الله يعجل بفرج اليمن بحيث تعود لليمن جناتها العذبة ويعود إليها كل المشتاقين وأنت من هؤلاء المشتاقين يا عبد الرحمن خذنا إلى أرض الحنين إذن طبعا القصيدة بعنوان نبأ أرض الجنتين فضل قلت فيها أنا من بلاد اليمن والنسمات من موطن الخيرات والبركات من بيئة حوت الجمال وسحره وكأنها الأحلى من الجنات أرض السعيدة هذه أسماؤها يا سلام لكنها انذبحت من الآهات أرض السعيدة لم تنل من حظها غير الشقا والضيق والحسرات أمم تداعت فوقها وتكالبت والشعب في بحر من الظلمات أهدوا لها كثنا بيوم زفافها رقصوا على الآهات بالصراخات لا يأبهن لحال شعب منهك من قسوة الأوضاع والأزمات ذاقت تعاسة حطموا آماله جعلوه جعلوه يشقى كامل الأوقات آهن آهن على بلد الحبيب وشعبه آهن آهن على بلد الحبيب وشعبه قد أشعلوا في جوفه النعارات حرب وأحزان ودمعة طفلة وبكاء أم تطلب الصدقات ماذا ترى تركوا له غير اسمه نتلوه في الأخبار والقنوات يا الله يتصارعون على المناصب والعدى من أشعلوا وطني بنار طغات فمتى سيحيى فمتى سيحيى دون خوف آمنا يجني ثمار الخير والبركات ويعودك الماضي ويعودك الماضي لسابق عزه فردوس هذه الأرض بالفرحات ونراه أرض الجنتين مجددا قمر الوجود وتاج خير حياتي قمر الوجود وتاج خير حياتي هكذا هو وطنك هكذا هي أوطاننا وهذا ما نستحقه أكيد يا عبد الرحمن أحسنت شعرا وأحسنت رأيا وفكرا قبل الذهاب إلى القصيدة الأخيرة كلمة من أجل اليمن كلمة إلى الوالدة كلمة إلى الوالد كلمة إلى الأهل كلمة من أجل اللحمة اليمنية حتى تكون حقيقة لا طموحا فحسب ماذا تقول أقول نحن خرجنا من اليمن وتركناها ونحن نرسم رسمنا أمامنا أننا سنعود لا لنستقض هنا فرغم البعاد ورغم اشتياقنا لهم ورغم اشتياقهم لنا إلا ليس لدينا إلا الصبر حتى نعود ونثمر في أوطاننا ونبنيها ونعمرها ونكون أنا أطمح لي أن أكون ذو مؤثرا اجتماعيا أعود إلى وطني لأعمره بالشيء وبالقدر الذي أستطيع عليه وهذه ليست أحلامي فقط وإنما أحلام كل الشباب الذين خرجوا من اليمن ونحن عائدون بإذن الله لنبنيه ونعمره ويعود كما كان أرض الجنتين بإذن الله من الجميل أن يكون الواجب هو الحلم نعم هذا يعني صورة يعني مميزة من صور الوفاء لكن الغربة تأكل من أبداننا ما تأكل يا عبد الرحمن خذنا إلى غربتك تفضل طبعا قصيدتي هذه الأخيرة وهي بعنوان ليلة غربة تفضل في ليلة لو أذكر كذا قصتها يعني تفضل كانت في ليلة أنا طبعا أسكن في سكن فالطلاب كلهم غادروا بفترة أثناء الزلزال وفي هذا نسأل الله المغفرة للموتى والشفاء للجرحى منهم إن شاء الله ففي تلك الليلة أحسست بغربة لم أحسسها في حياتي أبدا ولم أشعر بها كانت قاسية جدا وأنا في السكن يعني لوحدي منعزل فبدأت بالقصيدة قلت فيها يا غربة فتحت علي تنهدى وجوا يمزقني لأنزف مقدا الفيت أروي الليلة صمت مشاعري والضرب أبكم لم يعد إلا الصدى يا سلام والنجم أشفق والمساء لما جرى والنجم أشفق والمساء لما جرى من فرقة والسهد زاد تسهد جئت المساء فما رأيت سواده من وحش ما قد قام فيه وأقعد وأتيت تمتمة الصدى متأملا فوجدت أقربه بعيدا موسدا وصراب ما أرجوه صار مشتتا ويغض عن عيني فاكهة الندى متهالك والعقل مني يشارد ونشيج قلبي ظل يعزف منشدا والليل يوجعني بصمت حضوره حتى أراني حائرا مترددا هذا عناء هذا عناء ما رأيت مثيله في ثقب ليل مربي متجعدا يا غربتي يا غربتي يا غربتي لا شيء يملأني سوى حظني الحروف إذا بقيت مشردا أغريتني وأتيت بي متلاهفا وصلبتني متأويها متوسدا ومضيت في ليل الأمانية باهتا أزجي خطاية عثرا وترددا ورضعت من ليل المصاعب كلها وكبرت تحت ظلالها متمردا علمتني أن القساوة رحمته حتى شربت سقيمها المتجددا ونحرت في قلب الهمومة وحرها ووجدتني بين الضلوع مقيدا كم أخبروني كم أخبروني أن قربك موحش فأبيت أن أصغي وجئتك سيدا كم حار فكري هل يجيء صددته وأتيت منتع إلى الرياح تفردا وبيوم ضعني وبيوم ضعني أما حسبت حسابا أبقى مقلا ناحلا متجلدا ويظل بالأمل القديم وصوته طرب صباحي يعود مع الصدى يا غربتي يا غربتي جاز الزمان على البكى واعتدت فيك تفرقا وتوحدا وأنست قربك رغم أني مرهق ومضيت أنشدك العلا والسؤدد ومضيت أنشدك العلا والسؤدد وهذه هي الآمال المستحقة لكل ذي طموح لكل شعب يستحق العلا والسؤدد وحتما سينعم الله بالعلا والسؤدد على اليمن السعيد وكل المنطقة العربية شكرا كثير لك يا عبد الرحمن شرفنا في هذه الحلقة وصلنا إلى الختام في النهاية شو بتحب تقول تفضل صراحة أقول أوجه هذه الرسالة إلى المسؤولين في اليمن يجب أن بعجالة نعم نتمنى منهم على أن يحلوا اليمن ويحلوا مشاكله وصراحة الكلمات طارت مني لأن وجع الوطن صراحة مؤلم جدا فأتمنى أن يوقفوا الحرب وأن تعود اليمن كما كانت لسابق عهدها بإذن الله شكرا كثير يا عبد الرحمن شرفنا في هذه الحلقة بإجاباتك العفوية اللطيفة البسيطة وكذلك بقصائدك التي لم تخلو من حزنك وأملك والمأمول أن يزول الحزن ويبقى الأمل شكرا يا عبد الرحمن شاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد رقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر وربما شاعر حتى ذلك الحين لكم مني أطبو الثمانية دائما كونوا فيه سلام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر